انه كابتن محمد عادل لو صح هذا الحوار والتسجيل الصوتي بما انه الراجل راح طعن فيه في النيابة العامة وقال انه الكلام ده مش حقيقه فمش عايز اجزم لو صح هذا التسجيل الصوتي فأولا في التسجيل يعني في خطأ في الحوار أصلا الله يخرب بيتك يا حماء الله مش عارف ايه الصيغة بتاعت الكلام ده مش اتنين حكام يتكلموا بيها على تقنية الفار عشان التقنية دي بتروح للإيفاب اللي هو المسؤولين للاجنة الحكام يعني العالمية وبيروح للفيفا وبيطلع عليه الاتحاد كل الامور دي فلازم يبقى الكلام فورمل رسمي رسمي ماينفعش يبقى كلام كده احنا عاديد ننسوا حب او بنيكلم مع بعض في التليفون فالصيغة اصلا غلط تاني حاجة بس اللي اقول لك ده حسب مسؤول لاجنة الحكام قال لي انا اعتقلت تسجيل صحيح قال لي كيدا ناص بس مش كامل بس مش كامل فانا تلقائيا قلت له ايه ما تزيع الكامل يعني لو ده مش كامل زيع لنا الكامل يعني هو يقصد انه مثلا التسجيل وقف عند فكرة انه محمد عادل مش مقتنع باللقصة فهو مسؤول لاجنة الحكام ده بيقول لي انه لا ما هو ممكن يبقى مش مقتنع في الاول وبعد كده جاب له كذا زاوية او كذا حاجة فاقتنع فقال له خلاص هحسبه دي ما جاتش في التسجيل اللي او زيع ماشي معاك ورهوني سمعوني ادام بقى في مشكلة كبيرة سمعني حاجة كمان ليه الموضوع ده رايح لسكة جماهرية يعني ايه يعني الزمالك وجمهور الزمالك يعتقد انه ده هيمثل لقطة على الحكام في المباراة اللي جاء للزمالك وممكن ما يبقواش عادلين مع الزمالك ناحت تانية الاهلي وجمهور النادي الاهلي شايف انه ده هيكون ابتداد لمجمالات هتحصل للزمالك وهتبقى ضد النادي الاهلي احنا في مصيبة كلنا اصلا ما ينفعش لقتي طرف من الاطراف يحس ان الموضوع عليه هو الوحده لا الموضوع كبير جدا خطير جدا خطير عشانك اولا انه كل الاندية هتطلب بعد كده كل التسجيلات الصوتية بتاعت الفار في الحالات المسيرة للجدل وهقول لكم إذا كان ده هقوم ولا لأ هقول لكم بعد شوية تاني حاجة احنا هنا التسجيل ده لو صح الشكة اصلا اللي كان موجود في الحكام من الجماهير ومن الإدارات بقى يقين فمصيبة انا هنعدل ده ازاي تاني بقى تلاتة وده الاهم بقى بكتير من كل ده بقى هو احنا هنفضل لحد امتى في حالة انا اقولها بصراحة واملي لله في حالة العك اللي بيحصل داخل لاجل الحكام بمختلف الأسماء والله مش أسماء بعينها بس دايما في دوشة هنا في دوشة داخل هذه الأسرة الكريمة يعني دايما يقولك أسرة التحكيم والله من ساعة موعدة على الكرة ما شفت أسرة ناس تتناحر وعمل مشاكل لبعض وعمل أزامات لبعض وبيقطعوا بعض من الدرة وضرب تحت الحزام وكسوا حكايات يعني فيه سيناريو بيقول انه ممكن يكون التسريب اللي حصل لكذب محمق العادل ده من داخل لاجل الحكام نفسها دي تبقى مصيبة لو ده حصل أنا مش جاية التحقيق فأنا مش هجزم بده